السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبات وطلبات الصف الثالث الاعدادي أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الجغرافيا بعنوان خصائص السكان العالم أول حاجة خصائص السكان الديموجرافية كلمة ديموجرافية أولاد هي علم دراسة السكان من حيث النمو والتوزيع والتركيب السكان معدل الموليد بيبلغ معدل الموليد في العالم نحو 20 في الألف وأفريقيا تسجل أعلى معدل موليد في العالم وأوروبا تسجل أقل معدلات موليد في العالم بما تفسر ارتفاع معدل الموليد في كرة أفريقيا بسبب انتشار الأمية والفقر والاعتماد على الحرف البداية زي الرعي والزراع وانتشار بعض العداد التقليد السلبية زي الرغبة في انجاب أكبر عدد من الأولاد معدل الوفاة يقل معدل الوفاة في الدول المتقدمة وبيزيد في الدول النامية كرة أوروبا تسجل أعلى معدلات للوفاة في العالم ليه؟ بسبب ارتفاع نسبة كبار السن وكرة أمريكا الجنوية بتسجل أقل الكرات في معدلات الوفاة لها 6 في الألف طب ليه بترتفع معدل الوفاة في كرة أفريقيا؟ بسبب انتشار الأوباء والأمراض وانتشار الجفاف والمجاعد ومعاناة أفريقيا من كسرة الحروب والسراعات وعندنا قلة الرعاية الصحية بالنسبة لزيادة طبعية يعني إيه زيادة طبعية؟ زيادة طبعية أولادها الفرق بين عدد الموليد وعدد الوفاة أفريقيا بترتفع فيها زيادة طبعية بشكل كبير بسبب زيادة الموليد وقلة الوفاة قلة الوفاة طبعا مقصودة هنا بقلة الوفاة من الأخيرة قلة عدد الموليد وقلة عدد الوفاة في أمريكا الشمالية برضو طبعا بيؤدي ذلك إلى إيه؟ إن المعدل بيكون متوسط في النمو عندنا كرة أوروبا بيبلغ النمو صفر سبات عدد السكان حيث أن عدد الموليد بيساوي عدد الوفاة بيساوي 11 طيب ليه بتنخفض معدلات الوفاة في مصر؟ بسبب تمام الدولة بالرعاية الصحية وخاصة الأطفال ويتماز معدل النمو السكاني بمصر بالارتفاع بسبب طبعا زيادة معدل الموليد وانخفض معدل الوفاة كلمة تركيب العمر يا أولاد بتاعني هي دراسة السكان من حيث الفئات العمرية هنا بينقص تنقسم الفئات العمرية إلى ثلاثة فئات الفئة الأولى هي فئة صغار السن وهي أقل من 15 عاما وهي فئة غير منتجة مما يمثل عبق على الحكومة لتوفير المأكل والملبس وأعلى نسبة من السكان البلاغين توجد في غرب أوروبا وأقل نسبة من البلاغين توجد في كرة أفريقيا طيب بما يتفسر ارتفاع نسبة كبار السن في الدول المتقدمة بسبب الرعاية الصحية وارتفاع مستغل معيشة عندنا هنا الشكل بيوريك أن فئة صغار السن هي الردع والأطفال والمراقين وتقل لأمرهم عن 15 عاما وهي فئة غير منتجة فبتمثل عبق على الحكومات الفئة المتوسطة هي فئة سن العمل وهي القادرة على العمل من 15 إلى 64 عاما أما فئة كبار السن فهي فئة غير منتجة وهي أكتر من 64 عاما خصائص السكان التعليمية ترتفع نسبة الأمية في الدول النامية وتقل في الدول المتقدمة وعلى نسبة متعلمين في الدول المتقدمة وأمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا واليابان وروسيا بترتفع فيهم النسبة وبلغت نسبة المتعلمين في مصر 65 يعني زادت بسبب اهتمام الدولة بالتعليم في كافة مراحله وبرامج محو الأمية طيب ليه بما تفسر حرمان المرأة من التعليم في بعض المناطق حفاظا عليها وتفضيل الزواج المبكر الإناث خصائص السكان الصحية يعد يا أولاد عدد الأطباء مؤشرا على الرعاية الصحية على الرعاية الصحية في الدول العالم فكلما زاد عدد الأطباء دل زلك على أن الدولة متقدمة صحيا هناك ثلاث أنماط من الدول في الجانب الصحي فدول ذات رعاية طبية فائقة زي روسيا ودول أوروبا وأمريكا الشمالية وهناك دول ذات رعاية طبية مرتفعة زي مصر والأردن والإمارات وهناك دول ذات رعاية طبية منخفضة زي مثلا دول فقيرة زي أفريقيا في أفريقيا زي نايجر وإثيوبيا وفي أسيا عندنا دولة نيبال الخصاصة الاقتصادية لسكان العالم تختلف الخصاصة الاقتصادية للسكان وذلك لاختلاف الأنشطة الاقتصادية ودخل السكان عندنا في الشكل ده بيوضح لنا أن الكرة الايكانيوسية أوستراليا بتمثل أعلى نصيب الفرد في العالم على نصيب الدخل في العالم وهناك كرة أفريقيا بتمثل أقل نصيب في العالم تنقسم دول العالم من حيث الدخل الاقتصادي إلى دول ذاتة اقتصاد مرتفع دخل اقتصادي مرتفع وهي دول صناعية تعتمد على الصناعة وتسهل كميات كبيرة من الطاقة زي دول غرب أوروبا وأمريكا الشمالية ودول الخليج العربي بقرة أسيا وتبعا بتعتمد على استخراج البترول والصناعات المرتبطة بمشتقات البترول هناك دول زي تدخل اقتصادي فوق المتوسط بتعتمد على التصنيع النمي والأنشطة التقلدية برضو زي الزراعة وزي مثلا تركيا دول شارك أوروبا والمكسيك وجنوب أفريقيا في دول زي تدخل اقتصادي أقل من المتوسط تعتمد على التصنيع والتنمية الاقتصادية مثل الصين ومصر والمغرب وأوكرانيا في أوروبا وهيتي في أمريكا الشمالية دول زي تدخل اقتصاد زراع منخفض ودي طبعا يا أولاد بتعتمد على الزراعة مثل باكستان وعندنا الكونغو في أفريقيا طبعا يا أولاد لو الدول دي تمكنت من الاستفادة من صرواتها بدلا من عملية تصديرها على إيد مواد خام هتفرق جدا لو صنعتها لأنها ستصبح من الدول زي تلاقتصاد المرتفع طيب بالنسبة للقوة العمل القوة العمل يا أولاد معناها عدد الأفراد في سين العمل والقادرين عليه والذين يعملون فعلا أو الذين يبحثون عن عمل في الدول المتقدمة بتزداد نسبة العاملين في الصناعة والخدمات وتقل نسبة العاملين في الزراعة إلى أقل من 10% زي دول غرب أوروبا ودول أمريكا الشمالية وسط هناك قوة العمل في الدول النامية بتزداد نسبة العاملين في مجال الزراع زي مثلا مصر وتركيا من 30% إلى 60% والسودان والهند من 60% إلى 80% أما أسيوبيا بتبقى 80% أو أكثر وتقل نسبة العاملين في الصناعة في هذه الدول هناك بعض الأنشط الأولية مثلا زي الراعي وقطع الغابات والصيد برضو في بعض في هذه الدول تعتمد برضو عليها الدول دي إلى جانب الزراع وبقوة العامل في الدول أنه ما بتزداد نسبتهم في مجال الزراع وقلنا أن أسيوبيا حوالي 80% وتقل نسبة العاملين في الصناعة في هذه الدول وكده نكون انتهينا من الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته